اشتركوا في القناة من مسلسلات اتش بي او القصيرة مكون من ست حلقات مبني على رواية لكاتب اسمه وولي لام وبيحكي عن توقامين متماثلين اللي هما دومينيكو توماس توماس عنده خلل عقلي بيعاني من فصام وبيعاني من جنون الارتياب او جنون الشك ولكنه في شكل صالح للتعامل داخل المجتمع بيشغل وظيفة بسيطة وعايش في مجتمع مناسب لحالته ولكن بعد فترة من وفاة والدته بيقدم على تصرف بيغير تصنيفه لاحد المرضى الخطرين وبيتم ايداعه في احد السجون المشددة وهو المكان اللي من وجهة نظر دومينيك غير مناسب اطلاقا لحالته وممكن يكون مؤدي بالنسباله فدومينيك بيبذل مجهود كبير جدا وبيسعى بكل جهده انه يطلع توماس من المكان ده وعلشان ينجح في ده بيبتدي تواصل اكتر مع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اللي بيشرفوا على حالته وده بيبرز عدد من المشاكل اللي موجودة عند دومينيك شخصيا وخصوصا في ظل معاناته من عدد كبير من المشاكل بالتزامن مع المشكلة الكبرى اللي هو بيعاني منها منها انه بيحاول يدور على اصله لانه ما يعرفش مين والده الحقيقي واللي رباه هو واخوه كان جوز والدته تعاملوا مع الحزن بعد وفاة والدته تعاملوا مع زوجته السابقة تعاملوا مع زوج امه المتوفية وعدد كبير من التعائدات هي اللي بتشكل الاحداث اللي بنشوفها على مدار الحلقات الستة المسلسل بتاعنا مسلسل درامي جاد جدا الانطباع الرئيسي اللي جالي انا بعد ما شفته او بعد ما شفت حلقة او حلقتين كان ان ده مسلسل للكبار وده لفظ انا مش قعدت اوصف المسلسل وبعدين لقيت ان هي دي الليبل او التيكت المناسبة ان احنا نحطها عليه هو انا وانا بتفرج عليه حسيت بداعة لطول وبعد كده قعدت افسر لنفسي ليه الانطباع ده جالي ليه تبص على العمل درامي وتقول العمل ده للكبار يا جماعة مش قصدي للكبار يعني مناظر وحاجات بالطريقة دي ما فيهوش مشاكل يعني لا للكبار لانه ما فيهوش اي محاولات لارضاء المشاهد عن طريق ادوات الدراما او ادوات الحكي اللي ممكن تكون مسلية شوية بالانجليزي بيقولوا ما فيهوش ما فيهوش اي محاولة لارضاء المشاهد احنا بنتعامل مع اقصى درجات الواقعية اثناء سرد الاحداث لدرجة ممكن تخلي المشاهد يحس ان دي احداث حقيقية وإلا ما كانتش تتحكي بالشكل ده والحقيقة الدرجة اللي المسلسل حاول فيها يوصل لده ممكن تكون تعدت الرواية نفسها لاني قريت الاحداث بتاعت الرواية ما قريتش الرواية نفسها ولقيت ان المسلسل اختار انه يبعد عن بعض الاحداث وبعض التفاصيل في بعض الشخصيات اللي ممكن تكون بتقدم دراما مسلية شوية او تبعو للتفاجئ شويتين فالفكرة انه هو مش بس مخلص للمادة الرئيسية ده يمكن يكون مخلص للاجواء اللي هو بيحاول ينقلها اكتر من الرواية الرئيسية المسلسل من اخراج ده الراجل اللي عمل واللي عمل واي حد في الدنيا شاف اي حاجة من التلاتة دول انا كان لها الحظ ان انا اشوف التلاتة يعني فهو ممكن يتوقع بوضوح ودقة شديدة جدا المسلسل ده طبيعته عامل ازاي المسلسل مظلم جدا حزين جدا في عدد كبير من الاحداث المتتالية المسببة للكآبة وكل ده الجانب الايجابي بتاعه هو الميول الشديدة تجاه الواقعية ونقل تصورات لاحداث درامية او صور درامية احنا متعودين عليها ولكن من خلال الواقعية الشديدة دي والبعد تماما عن اي محاولات لارضاء المشاهد عن طريق التسلية خلت المنظور مختلف تماما في عدد كبير من الامور ولكن ده لا يعني ان الاجواء اللي احنا عيشنا فيها ست حلقات دول مش هتكلف المسلسل مش هتكلف المسلسل على مستوى تقبلي لي وعلى مستوى التقييم وعلى مستوى كل حاجة بس تعالوا نستعرض مع بعض الايجابيات اللي احنا بنتكلم عليها دي لان المسلسل بيقدم منظور جديد لتناول المرض العقلي حقيقة ما شفناهش قبل كده يعني انا لما بقول حالة من حلات الفصام احنا عارفين الفصام يبقى ايه شخصية في اتنين في تلاتة ومعنا واحدة اللي هو الاخ التوقم يبقى اربعة لا هي مش كده خالص جنون الارتياب يبقى ده الرجل اللي ماشي متخيل ان كل الناس اللي في الدنيا بترقب وبتعملوا حاجات بالطريقة دي مش كده بالزبط طريقة التناول حقيقية ممكن تبتدي تخليك تفكر في ناس قبلتهم في حياتك في سيناريوهات طبيعية ممكن يكونوا كانوا بيعانوا من هذه الاعراب وانت عمرك في حياتك ما فكرت في ان ده خلل عقلي على الجانب الاخر الخلل النفسي المختل نفسيا او المضطرب نفسيا ده من رؤية المسلسل وهي الرؤية الواقعية مش ماشي يهرش مش ماشي يتجنن عن الناس مش ماشي يكلم نفسه ده شخصية تبان من منظورها هي ومن منظور الناس القريبين منها ان هو شخصية صالحة للتعامل وعضو صالح للمجتمع والكلام ده كله ولكن التحديات والضغوط اللي موجودة عليه بتنقله لمكان تاني تعقيدات التعامل مع زوج الام اللي ممكن يكون كان عنده مشاكل طريقة التربية بتاعته ما كانتش مستقيمة ولكن المثال ده بالتحديد بينعكس على عدد كبير من العلاقات وعدد كبير من الشخصيات ما ينفعش تصنفها بسهولة على انها شريرة او انها طيبة او انك بتحبها او انك بتكرهها وهنا برضو دايبان ان هو كلام مكرر لغاية لما اقول لا كل شخصية تقريبا في المسلسل عمل التصرفات تخليك تكرهها تخليك حقيقة تاخد موقف متشدد منها وفي نفس الوقت عملت عدد كبير من التصرفات تخليك تتعاطف معها تخليك تقربها من شكل الواقع وشكل الواقع مش بعيد عن كده يا جماعة عشان كده انا عمل عيد واكرر في فكرة حرص المسلسل على الواقعية وتحملوا ثمن ان هو ما يكونش جذاب اوي في تجربة المشاهدة التعامل مع الزوجة القديمة التعامل مع الصديقة الجديدة التعامل مع الاخ حب الاخوات العلاقة المركبة ما بين الشخص الاكثر الاخ التوأم الاكثر حظا والاخ التوأم الاقل حظا كل دي امور لو المشاهد قدر ان هو يتخطى الاحاسيس الصعبة وحقيقي احاسيس صعبة المسلسل بينقلها ممكن يقدر يستحمل ده على الجانب الايجابي برضو كل بقى العلاقات والتركيبات والتشكلات الدرامية والثنائيات والمثلثات اللي عايزين نتكلم عليها دي عملت عدد من الاداءات التمثيلية الفريدة جدا والمسلسل بيتمتع بكاس تمثيلي حقيقي قوي قوي ومتميز من حيث الاسماء ومن حيث لما نشوف الناس دي تشتغلت في قبل كده على طول البطولة المارك رافلو عندنا كمان مليسا لايه في دور مش كبير قوي جوليات لووس في دور مش كبير قوي كاترين هان في دور متميز جدا ودي الست اللي بدأت تفرد نفسها كممثلة جادة مؤخرا روزي او دانل وانا قريت ان روزي او دانل موجودة في المسلسل وعدت قدامي في حلقتين تقريبا مكنت شارف انها هي اختيار تمثيلي حقيقي قوي انا حقيقا كنت شارف ان روزي او دانل رجع تمثل اصلا بس عاملة اداء فريد جدا وزي ما بنقول كده مختفية جوه الشخصية هي قدامنا وانا معرفش ان هي دي وعندها تحديات درامية وعندها مشاهد صعبة كتير وطبيعة شخصيتها فريدة جدا ولكن طبعا كل الكلام ده بيتوارى امام التحدي الاعظم الكبير اللي عمله مارك رافل ومارك رافل وعمل دورين الاخين توقم متماثلين ولكن سمتهم الشكلية ومعاناتهم وطبيعتهم مختلفة واعتقد ان الناس كتير قرد عن طريقة اعداده للدور ان هو زود جسمه وعمل واحدة من زود وزنه وعمل واحدة من الشخصيات وبعد كده قلل وزنه وعمل الشخصيات تانية بعدها بعدد من الاسابيع واللي اكتر من كده ان هو اثناء التصوير كان بيتعامل مع ممثل يعني اللي كان بيقوم بالدور التاني ده ما كانش عروسة كان ممثل عنده انفعلاته عنده كل حاجة ولما كان مارك رافل وبيخس هو كان بيخس اسمه جيب فازيو ده ممثل بجد يعني مش واحد كده وقف تيشة مش خشبة في نص الملعب وحاجات بالطريقة دي وكل الكلام ده منعكس على طريق التناول لممثل عامل دورين مع بعض في نفس الكادر حقيقي ما بنشوفش زيها مشوفناش زيها قبل كده مع مدى تكرر واستهلاك الموضوع ده ولكن حقيقي المرة دي الموضوع مختلف بشكل كبير خصوصا انه احنا بنتكلم على شخصيتين مش طبيعيين واحد منهم بيعاني من خلال عقلي مركب واقعي جدا والتاني بيعاني من عدد من الاضطرابات النفسية الحقيقية الواقعية جدا حقيقي اداء بين المارك رافلو من خانة لخانة تانية خالص احنا ممكن ما نكونش فكرنا فيها قبل كده خصوصا وان في عدد من المشاهد الصعبة حقيقي صعبة يمكن حتى صعبة في المشاهدة انك تتخيل ان الشخصيات دي بدأت تفصح عن اللي موجود عندها بالطريقة دي وبالاخص المواجهة مع زوج الام في الحلقة الاخيرة دي حاجة على المستوى الدرامي ما بنشوفهاش كتير مسلسلنا يا جماعة مسلسل مظلم مسلسل مكئب مسلسل بيتعامل مع عدد كبير وضخم من الحالات المسببة للبؤس ما بين كل مصيبة ومصيبة مصيبة وما بين كل كارسة وكارسة كارسة وما بين كل مقساة ومقساة مقساة ومع ذلك ما نقدرش نفصل ده عن الواقع بل ممكن نقول ان هو لو كان حاب يخفف الاثر بتاعه اللي احنا بنتفرج عليه شوية الموضوع كان حيبعد شويتين حقيقة تجربة المشاهدة بتاعته مش سهلة انا كنت محظوظ اني ما شفتوش على بعضه ولا اعتقد ان هو المفروض يتشاف على بعضه هو الافضل فعلا ان هو يتشاف حلقة كل اسبوع وفي النص نشوف تصنيفات تانية ونشوف حاجات تانية اخف شويتين علما بان الحلقات بتاعتنا طويلة شوية مش قسيرة والحلقة الاخيرة بالتحديد زمانها ساعة وربعة تقييمي انا للمسلسل مسلسل هو السبعة ونص من عشرة والدرجات اللي واقع على الاسباب اللي قلتها دي فعلا الموضوع مكئب جدا درجة الحزن اللي ممكن تتملك المشاهد بعد اول حلقتين واحنا كده لسه ما شفناش تمن المصايب اللي هتحصل في المسلسل كافلة بانها تدخل الواحد في حالة مش كويسة يعني عموما يا باشا الدراما دراما والواقع واقع والحقيقة حقيقة والشغل للناس الكبار شغل لناس كبار ولازم نتعرض له ولازم نتفرج عليه فانا برشح بالمسلسل بقوة للعاوز يتفرج عليه علما بانه هو كما وصفته بدون اي نوع من انواع المبالغات ياريت لو حد شاف المسلسل يقول لي رأيه فيه ويقول لي هل فعلا مشاهدة المسلسل ومشاهدة مارك رافلو في الدور ده غيرت نظرته لي ولا لا ياريت تساهموا بكل ده في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تقلقكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي